السلام عليكم بالنسبة لإنشاء الفاتورة للمقاولين الطريقة سهلة جدا نذهب إلى المبيعات إنشاء فاتورة مدفوع من شخص جديد مثلا اسمها محمد محمد صالح أكتب رقم جواله الآن ننزل إلى هذه الفاتورة هذه فقط لمصدر الفاتورة فقط وليس لهيئة الزكاة نكتب التفاصيل هذه المقاولين بالعادة يعني المبلغ يأتي معنا دفعات فنكتب فقط مدفوع جزئي تاريخ التوريد وتاريخ الاستحقاق اليوم هذا المبلغ المدفوع الجزئي فنكتب مثلا لقد استنمت مبلغ 20 ألف من أصل 100 ألف هذا أحد الشروط ونكتب شروط ثانية مثلا إذا في أي شروط ثانية ونكتب هنا دفعة أولى من مبلغ تجديد المبلغ تجديد المبلغ الكمية واحد وقيمة 20 ألف استلمت لأنك لم تستلم مبلغ كامل فقط 20 ألف كما تشوفون لقد استلمت مبلغ من 20 ألف هذه بشروط الفاتورة ومكتوب هنا مدفوع جزئي فهذه هي تسهيل المقاولين فقط هيئة الزكاة لا تعترف بكلمة مدفوع جزئي إلى آخر هذه فقط شروط بينك وبين العميل فبعدين نصدر الفاتورة تطلع لك الفاتورة على هيئة مسودة تعتمدها على طول أو تعدل فيها وتعرضها قبل عشان تأكد أنها صحيحة تطلع لك الفاتور بهذا الشكل زي ما تشوفون 20 ألف مع المجموعة الكلي مع الضريبة 23 ألف والكيور كود لا يظهر لأنه غير معتمدة حتى الآن لم تعتمدها لازم تعتمدها علشان يظهر الكيور كود بعد ذلك نعتمد الفاتورة وتظهر لك الفاتورة بهذا الشكل زي ما تشوفون مكتوب فوق مدفوع جزئيا المبلغ هذا 20 ألف ريال إذا كان 20 ألف ريال شامل الضريبة يعني تكتب لي فقط أن تتسلم من 100 ألف شامل كل شيء هذه نذهب إلى الإعدادات حسابي نضغط آية كلمة القيمة تشمل الضريبة المضافة إذا عملنا هذا الشيء نذهب إلى العرض طبعا هذا حساب تجريبي سيظهر فيه تغيرات على طول نذهب إلى العرض سيما تشوفون المجموعة لكل 20 ألف ريال نحن حسبنا لك الضريبة المضافات أتمنى أن الشرح يكون وافي شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم